الحب لا تحلو نسائبه إلا إذا غنى الهوى ليلة إلا إذا غنى الهوى ليلة مؤسسة مبدعون من أجل وطن احتفلت بعيدها السنوي الثاني في مكتبة الأسد الوطنية الحفل تضمن عرض فيلم صغير عن نشاطات المؤسسة وذلك ضمن احتفالية ثقافية موسيقية شعرية غنائية مؤسسة لرعاية الإبداع والتمييز العلمي والثقافي والفني حاولنا بالفترة الأولى من شغلنا ومن انطلاقتنا هو تهيئ بنية أرضية مناسبة لإطلاق هذه المؤسسة وخاصة نطوعنا بالإبداع والإبداع هي حالة متقدمة صعب نبدأ فيها مباشرة دائما يسأل أنه وين المشاريع المشروع الإبداعي لا يمكن أن يبدأ من لا شيء يجب أن نحقق بنية أساسية لذلك قمنا بالعديد من الاتفاقيات الرسمية مع الحكومة من خلال وزارات وخلال جهات خاصة لأنهيئ بنية تحتية أساسية لإطلاق مشاريعنا ومن خلال هذا الموضوع تم أيضا تشكيل فريق عمل متكامل من كل النخب العلمية والثقافية والتربوية والفنية والإعلامية والاقتصادية أيضا حتى تكون هي عبارة عن فريق متكامل هذا الفريق المتكامل يقود عربية الإبداع مهتم بالحالات الإبداعية العلمية فنحنا اليوم عم نشوف الحالات الإبداعية بين الشباب يلي هنا معظمهم طلاب جامعات بكليات تطبيقية بكليات تكنولوجية بكليات معلوماتية اليوم العالم يتجه نحو الروبوتية الزكاء الصنعي المعلوماتية الطاقات المتجددة فنحنا عم نبحث بالمؤسسة عن هدول الطلاب لديهم حالات علمية متميزة وإبداعية ونتبناهن نجهز لهم ملفات ونتبناهن ونوصلوا لمرحلة أنه مشروعهم يتحقق ويكبر نحنا دوما داعمين لهذه المؤسسات منفدها سواء معنويا ماديا لوجستيا لحتى ننهض فيها واليوم في كتير مؤسسات عم تشتغل على هذا الموضوع وخصوصا على الطفل والإبداع مؤسسة مبدعون من أجل الوطن هي مؤسسة كتير كتير قوية ومتميزة وعمل شي جدا متميز على مستوى سوريا أو فينا نقول على مستوى الوطن العربي عم تدعم المتميزين عم تدعم المبدعين مبدعون من أجل وطن أصبحت في مرحلة الإنجازات على أرض الواقع وذلك بعد أن تأسست خلال فترة الحرب لتعنى بالإبداع ورعايته عم تدعم المبدعين